الخطوط المحصنة كما قلت في أول لقاء يعني الخطوط محصنة انهارة فالآن الجيش الأوكراني ضعيف فعليا كقوة بدنية كقوة عسكرية وكقوة نفسية لكن دكتور محمود سمحت لي بالنسبة أيضا تطورات ميدانية الآن للحرب في سيفردونيسك لكن أنت تعلم أيضا روسيا متهمة بجرائم حرب وأيضا هناك العفو الدولي تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا هذه المرة ماذا يعني بالفعل اليوم مع التقدم الميداني لكن روسيا متهمة في حربها بأوكرانيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أول شيء بالنسبة للجرائم هي ضمن وسلسل يعني صراحة روسيا ترتكب بها بحربها مع روسيا ولا جريمة حرب واحدة كلها تلفقات حرب ألامية واضحة وفشلت معهم بالأخير يعني أنا إذا تابعت الأمور أنت كصحفي وموجود على التنفيزيون دائما تتابع كانت ضغط أول شيء بأول معركة على ما يسمى جرائم الحرب ما حصل بعد ذلك ما حصل بعد ذلك بدأت ما تسمى بعد الحرب بدأت ما تسمى حرب الحبوب وما يسمى المجاعة يعني بدأت مسرحية أولى إلى المسرحية التانية إلى المسرحية التانية جرائم الحرب روسيا يدلي ضد روسيا هذا الشيء واضح الآن حتى العلام الغربي أن يضخ الأعلام في هذا المجال يعني مثلا نقول أنه توقفت الآن حتى يعني أكثر الوسائل الإعلامية المضادة لروسيا اللي هي مثل CNN والBBC وسكاي نيوز بدأت الآن بالتخفيف يعني لا تقول هناك جرائب بينما فعليا الجرائب الحرب تقوم من طرف أوكرانيا على سبيل المثال يعني اليوم كان مضروب بازار في دونيتس قتل فيه يعني حوالي خمس أشخاص يعني القذافة الأوكرانية هي تقتل المدنيين الأوكرانيين الشرقيين الأصل بروسيا وليس بالعكس بينما الحرب الروسية يلي عفكرة عقدت حتى أكبر خبراء عسكرية أمريكية ليس هناك أي خسائر مدنية الخسائر فقط عسكرية وهناك من تهدوا في البيوت ولكن خسائر مدنية ليس هناك على سبيل المثال أعطيك يا الآن في معمل أزوب الموجود في سيبردانيس أربعمائة مقاتل أوكرانيين يحتاجون زون خمسمائة مدني وليدون خروج معهم يعني وقت الآن اضطرت القوات الأوكرانية تستخدم اسلوب الإرهابي بأخذ المدنيين كدروة بشرية أو كرهائل لكن روسيا مصر على أعدام أيضا جنود تم أسرهم في حرب أوكرانيا وأيضا هناك إعلان رسمي من الانفصالين الموالين لروسيا مصرين على الآن على أعدام البريطانيين ماذا يعني ذلك للصرار على أعدام جنود تم أسرهم في حرب أوكرانيا إن كانوا حتى بريطانيين وأوكرانيين أول شيء هادول مرتزقة وليس جنودة الجنود يكون في الجيش الأوكراني بيكون أول شيء معه جنسية أوكرانية ويكون هو مجند في الجيش الأوكراني أو ضابط عامل هادول مرتزقة يعني أول واحد كان يقاتل في سوريا بطرف الأكراد على فكرة يعني أولهم اللي يعاني في أعدام السيتا ما إصبع الضبط هو اثنين الأول كان يحارب مع الأكراد في سوريا ضد قوات الجيش الوطني السوري على فكرة يعني هو الآن حكم عليه بالأعدام التالي مرتزق كانت لأقول راتب 2000 دولار أمريكي في الشهر وهناك حوالات رنجية بالنسبة للمغربي نفس الشيء مرتزق هادول لا يطبق عليهم أي قانون عسكري القانون العسكري يطبق فقط على الجيش النظامي الجيش النظامي أو العامل كقوات مسلحة هون يطبق عليه تبادل أسرى أو عفاء عنهم أو شيء تاني اشتركوا في القناة